بأسلوب هوليو دي في إثارة عنصر المفاجأة للمشاهدين الروسيون منهم على وجه الخصوص تناقلت شاشات العالم ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظرته الشمسية يتجول في العاصمة كييف برفقة نظيره زيلنسكي وذلك قبل أيام من ذكرى الغزو الروسي زيارة أعادت إلى الأذهان زيارات مماثلة أجراها جورج بوش إلى العراق وباراك أوباما إلى أفغانستان في ذروة الحرب في البلدين يتحدى بايدن مستفزاً الرئيس الروسي بوتين في كلمتي التي جمعته بزيلنسكي مؤكداً أن بوتين أخطأ تقديراته في شن الحرب على أوكرانيا والدليل إجراء الزيارة إلى كييف جاءت زيارة بايدن في لحظة محورية في الحرب وقبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا لإظهار إصرار إدارته على دام أوكرانيا نيويورك تايمز كشفت أن بايدن بدأ رحلته إلى أوكرانيا عبر القطار ليلاً من بولندا وكانت سرية للغاية بحسب الصحيفة فإن المسؤولين الأمريكيين كانوا قد نفوا بشكل متكرر وجود خطط على هامش زيارة بايدن إلى وارسو صباح الثلاثاء إذ أصدر البيت الأبيض جدول أعمال الرئيس ليوم الاثنين أي موعد الزيارة دون أن يتضمن زيارة كييف ويظهر فيه أنه لا يزال في واشنطن ويستعد للمغادرة صوب وارسو مساء الاثنين الزيارة صنعت أصداء غضب في الأوساط الروسية والدول الداعمة لموسكو فيما تتجه الأنظار لما ستتركه من تداعيات في ساحة المعركة الروسية الأوكرانية اشتركوا في القناة